عهد جديد تستعد له بريطانيا بعد إنجاز خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي وفي ثاني أيام تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ينضم إلينا مراسل الغد عمر المنيري من لندن يطلعنا على مزيد من التفاصيل يعني عمر ماذا ينتظر بريطانيا في الفترة المقبلة وما هي الأجواء اليوم الثاني من تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي نعم وائل بالفعل لا نستطيع أن نقول سوى أن ما يحدث من كورونا فيروس وانتشار الفيروس بشكل كبير هو غطى على كل الأحداث والخروج من الاتحاد الأوروبي لا ننسى أن بريطانيا سجلت أرقام القياسية كثيرة في عدد الإصابات التي تجاوزت 53 ألف إصابة يوميا وأكثر من 600 إصابة يوميا هذا المعدل في الأيام الثلاثة الأخيرة وهو معدل كبير وبالتالي أغلقت اليوم أو أعلن عن إغلاق جميع المدارس الابتدائية داخل لندن والمطالبة بإغلاقها في جميع المملكة المتحدة كل هذا غطى على أي أخبار خاصة بالاتحاد الأوروبي وخصوصا أننا لا نزال في الإجازات ويوم الأثنين المقبل ستعود الحركة الطبيعية إلى الشوارع لكن على الأقل لا نستطيع إلا أن نقول أن ما يحدث على الحدود الآن يحدث بنعومة وبشكل معتاد وشكل طبيعي جدا وليس هناك أي تأثيرات مباشرة إلا أن هذا لا يقلق أيضا الجميع ويقولون أن هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة صحيح أن الأمور مرت بسلام حتى الآن لكن هذا عهد الأجازات الآن وليس هناك حركة تجارة كبيرة حتى نقول أن هناك أي مشاكل على الحدود لكن في الداخل البريطاني الجميع يقول أن كورونا فيروس يغطي على هذه الأحداث من يريد أن يحتفل هناك العديدون الذين بدأوا الاحتفال لكن هناك أصوات عالية جدا في اسكتلندا وخصوصا على لسان الوزيرة الأولى نيكولاس سترجين التي قالت لأوروبا ابقوا الأنوار مضاءة سوف نعود إلى الاتحاد الأوروبي وهذا معناه أنها تريد بالفعل أن تتقدم بمطالبة باستفتاء على الاستقلام من المملكة المتحدة والعودة إلى الاتحاد الأوروبي ربما هذا هو ما يضلل هذه الأخبار السعيدة بالنسبة لجزء كبير من البريطانيين شكرا جزيلا لك عمر المنيري كنت معنا من لندن ونتمنى لك السلامة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة